شرعت السعودية في أولى مراحل تطوير مكة المكرمة من خلال إزالة العشوائيات المتاخمة للحرم المكي وتطوير المناطق المحيطة للحرم المكي الشريف تفاصيل أوفى نتابعها معكم مشاهدين في التقرير التالي مع زميلنا بدر الشريف آنى لمكة المكرمة أن تنزع وشاحها الأحمر الذي لطالما تدثرت به لأكثر من أربعة عقود من خلال تطوير أحيائها العشوائية ضمن مشاريع تطوير مكة المكرمة هناك اهتمام كبير في تطوير مكة المكرمة وتحويلها إلى مدينة عصرية تلقى الاهتمام والدعم لتكون بالفعل قبلة العالم الإسلامي ولهذا بدأت مشاركة البلد الأمين منذ تأسيسها بالتنسيق والتعاوم مع هيئة تطوير مكة المكرمة في تطوير العشوائية هناك عدد من العشوائيات كما هو معلوم في مكة المكرمة وبنيت من سنوات قديمة تعاني منها في الواقع مكة المكرمة مشاكل اجتماعية وأمنية وبيئية وصحية وبالتالي كان لابد من تحويل هذه العشوائيات أو هذه الأحياء القديمة إلى أحياء جديدة تتسم بحسن التصميم وسلاسة التنسيق ومباني جديدة لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة الزوار والمعتمرين تمثل حيي قوز النكاسة والكدوى البداية لحزمة من الأحياء العشوائية التي شكلتها الجاليات الإسلامية من شرق آسيا وشبه القارة الهندية بجوار الحرم المكي الشريف أكثر من 2500 مسجر قديم سيتم تحويلها إن شاء الله إلى أبراج حديثة ومرافق عامة وحدائق وتحويلها إلى حي عصري في الواقع يعكس النهضة الحضارية التي تنعم بها المملكة العربية والسعودية قسم المشروع إلى ستة مراحل مرحلة أولى والثانية بدأنا فيها في الواقع في هدم المباني وحنستكمل بقية الهدم إن شاء الله خلال عام 2019 وإخلاء المساكن ثم نبدأ بعد ذلك في البنية التحتية من توفير خدمات المياه والصرف الصحي والسيول والكهرباء ثم يبدأ بعد ذلك عملية إنشاء المباني السكنية إن شاء الله وتوقع إن شاء الله المشروع على أربع خمسة سنوات يكون إن شاء الله منتهي بإذن الله تأتي هذه الخطوة من السعودية لاستئصال العشوائيات المحيطة بالحرم المكي وتطويرها بإنشاء حزام ذهبي يليق بمكانة مكة المكرمة الإسلامية والحضارية بدر الشريف MBC مكة المكرمة